مثلا الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيتفقد أو عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وحضروا وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي علشان يبحثوا التطورات الخاصة بمشروع قناة السويس الجديدة الاجتماع ناقش بدائل طرح مشروع قناة السويس الجديدة للاكتتاب العام والمقرر من خلاله أنه يتم الطرح من خلال أسهم أو سندات للمصريين سواء كانوا أفراد أو مؤسسات من المقرر أنه يتم خلال الأيام المقبلة إصدار القواعد الخاصة بعملية طرح المشروع الجديد للاكتتاب من خلال التنسيق بين وزرات المالية والتخطيط والاستثمار وكمان هيئة قناة السويس يعني الدولة مشية والأمور يعني عادية لم يؤثر عليها محاولات لأنصار الإخوان لتعطيل سير أجهزة الدولة كمان ده في الشق الداخلي في الشق الخارجي وفي الشق الدولي أيضا جهود الدولة المصرية لم تتوقف على يعني استمرت تحركاتها في الاهتمام بمسألة التهديئة في قطاع غزة النهاردة في إطار منفاوضات التهديئة الجارية برعاية مصرية منذ أيام اتفق الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على تمديد التهديئة خمسة أيام أخرى لتبدأ منتصف الليلة حتى تنتهي يوم الاتنين ده كله طبعا علشان مزيد من البحث للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة كان رئيس الوفد الفلسطيني عزام الأحمد أعلن أمس الأربعاء أنه هيرجع إلى رمالة للتشاور مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن وكمان وفد حماس أعلن مغادرته إلى قطر علشان يتشاور مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل المقيم في الدوحة اشتركوا في القناة